يعني خلينا نقول برضو المقارنة بتبقى دايما أنفار خلينا نبقى صرحة يعني كابتن إيهاب داخل على مهمة صعبة جدا والناس من قبل أو من ساحة ما تم إعلان اسمه هما بيبتدوا يقارنوا وهو حيب أحسن من كيروش ولا كيروش أحسن وغلي بال حضرتك حقيقة قلت إن في ناس مساندة كيروش كانت في الأول بس وكان في ناس كتير جدا ضد كيروش برضو في الأول وإحنا للأسف الشديد عندنا إحنا من الناس اللي بتحكم أو ثقافتنا نحكم على مطش بمطش ولعبة بلعبة نرفع السماء ونهدم حسب اللعب اللي قدامنا حسب الحالة واللحظة اللي بنتكلم فيها فبرضو ده تأثيره النفسي على المدرب أو المدير الفني بيبقى زي ما يتقال هارش شوية أو يعني قاسي بيبقى فيه ضغطات على المدير الفني أنا قلت المساندة الإعلامية والجماهيرية رقم واحد لكابتن إهاب جلال المنظومة بتاع كورت القدم في مصر لازم تديله الثقة تديله إحساس أنه هو جديد بالمسئولية ساعة الاختيارات كان فيه شوية تشكيك شوية في ناس عايزة تجيب فلان وناس عايزة تجيب فلان الاختيارات المفروض للأبدقة وفيها فكر المستقبل احنا شايفين كابتن إهاب جلال لما وقع عليه الاختيار عنده المقاومات أنه هو يكون متواجد بالذات الفترة دي الراجل عنده سبات فعالة الهدوء بتاعه دوت بيدي ثقة للعيبة وعنده كراءة ملعب كويسة طريقة لعبه سواء لما استلم الفرق اللي مسيجها كلها بتلاقي الحتة الهجومية طبعة على الأداء بتاعه يعني غالب على الأداء بتاعه الهجومي أكتر من الحتة الدفاعية بجانبه زي يقولوا يعني والمساندة ممكن يبقى ليه دور الفترة اللي جاية مع المنتخب ويحقق نجاحات لو احنا من أول عملنا عليه دغوطات كتير وهو ما تحملهاش مش هيكمل المسير أنا أقول عليك يا روش أنت حضرتك قلت فيه ناس بداتوا قد ضدوا لا إلا ما حاكم أكتر بدليل أنه هو كمل للآخر لا هو كمل للآخر للظروف كتيرة برضو يا كابتن سديق لأنه هو ما كانش ينفع أصلا أنه غير وقتها بس في بشاير يعني دورة بتاعة قطر معنا مش كل مباراة أنا معي على العيبة كويسة جدا جدا كفاية أن احنا عندنا يعني محمد صلاح تريزيجي الناس المحترفين مصطفى محمد الناس اللي في الثلثة الأخراني ما استغلهمش استغلال جيد جدا جدا يعني لازم الناس دي ينزلوا في أي مباراة يصنعوا الفارق المبارات اللي لعبوها ده الواحد منهم مفروض ينزل يصنعوا بس ممكن يكونوا متواجدين غير ما يكونوا متواجدين مع الفرق البرضو في أوروبا في موساندة في طريقة اللعبة بره دي الانتقادات اللي دايما متواجهة لصلاح مع ليفر بول وضع مع متخب مصر وضع تاج مظبوطة يا كابتن كريم ظلم أن الناس بتقيم فهو المدرب لازم يساعد دي لازم الخطوط تبقى قريبة إنما كل المبارات اللي لعبناها حتى اللي في كاس العرب لازم يلعب بطريقة عقيمة جدا عشان يوصلك لضربات الجزاء فعندك الشيناي وعندك أبو جبل لو عندك بس إحنا لعبنا بطريقة عقيمة لغاية درجة إن إحنا جلنا شلق رباعي كمشاهدين للمتحدة البطولة دي بصفة خاصة بما فيهم الناس اللي كانت مشجعة ليه في الأول على فكرة البطولة دي كانت تديله باور تديله كوة لا ده فيه لعيبة ما خدهاش يقول لك أستانا بجرب تجرب إيه ده كاس العرب ده إحنا كمصر في كرة القدم معلش شان عندنا بقى طويل فالمفروض تاخد بطولة زي دي تأويك في بطولة الأمة الأفريقية تأويك تصفات كاس العالم إنما كل مبارات مستعملين دروات الجزاء لا هو كان كل بتقول لك أنا جاي لللي بعدها وين نخصى جاي لللي بعدها فكرة الفترة دي لأ الفترة دي عاملة زي إيه بقى صحيح ناسين بقى هينجل الميا وينجل شوية يتجع على وراء يعني أنت ما خدتش الأسهل هتاخد الأصعب ازاي يعني بايدفولت يعني وصلنا بعد السنغال اللي خدنا عالقه في الملعب حكم واللي هو الطريقة اللعب لا إحنا عانينا فهو الله يوفقه يعني يمشي نتكلم في ابنائنا بقى اللي موجود هاب كل الدعم وكل الثقة لازم تكون متواجدة زي ما قالتنا وانت عشان نديله الدفعة الودافع موجود عنده وعند اللعايبة وبعدين اللعيبة كلها اللي كانت متخدة من كان نضاف عليهم اثنين أو تلاتة و طوات محمد إبراهيم وإبراهيم عادل دول آخر اسنين وأحمد عاطف برضوا لعيبة كويس جداً جداً الفوتشار هو كابتن اياب اي حد هيستفيد منه هي يضمه أي عندك واحد زي عبد الإادر احمد عبدالقاتر كابتن اياب فيه لعيبة كويسة جداً 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 بس هو جاي عنده ماتشين مهمين جداً وعندك كرينيا في القاهرة وعندك أسيوبيا بره وبعدين دول الاستحققات اللي جاية كلها أو المبارتين دول بتاع أمر الأفريقية هو الراجل برضو مش عايز يعمل حاجة تخرج عن النص إزاي ما هي تخرج عن النص إنه هو يجرب حد جديد ويحصل ضرب هو يشيلها فأنا أعمل إيه أنا عندي المجموعة اللي بلعب دي قبل كده بتلعب وبعد كده عمل إيه أدخل عنصر عنصرين بس لو حد الجديد ده اللي أنت وأنا مستبعد أو فكرة أنه لسه هيجرب عبدالقادر يعني استثناء طبعا اللقاء الأخراني ما كانش في أحسن حالاته لكن بشكل عام هو العيد مهاري جدا وأكيد من هو من الصنفة اللي بيعمل الفارق مزبوط مين يتحرب منه في المنتخب ميش يجرب هو برضو إيه المنتخب لما فنش في تسفكة أسر العلم الهيكل كله موجود بالمحترفين هو عارف التيمة اللي يخش حجازي كان مصاب الحمد لله يبقى مكسب كبير إنه رجوعه لأنه بيدي برضو قوة الخط الظهر طبعا منتخب مصر أحمد حجازي لما يخش واحد من الناس الجداد هيخش لما يكون الدنيا ماشية كويس والفرقة متزبطة هيقدر يدخل في التوقيت المناسب بخبرته إنما لو جي غير 2-3 في التشكيل ممكن يحصل ضرب لا خلينا احنا ماشينا على التشكيل الأساسي ندخل عنصر لو فيه إصابة أو واحد بيخش شكرا للمشاهدة